أمت الله من السعودية تقول الأحد الماضي كان عندنا جنازة والمسجد بعيد عني تقول صليت العاصر قلت يمكن ما أدرك الجماعة و ذهبت إلى المسجد و وجدتهم يصلون العاصر فصليت معهم بنية النفل تقول هل علي شيء أختي أمت الله بارك الله فيك الجواب لا ما عليك شيء ولله الحمد والمن لماذا؟ لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى فلما سلم وجد رجلين جالسان فأمر بهم فدعي فأتى يرجفان من الخوف لأن تعجب لماذا دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام قال ما منعكما أن تصلي معنا قالوا يا رسول الله صلينا في رحالنا مثل الأخت أمت الله صلت في بيتها قالوا صلينا في رحالنا قال إذا صليتما في رحالكما وَأَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلُوا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةِ وَقَدْ أَحْسَنْتِي أَخْتِ الْفَاضَلِ وَالْعُلَمَ يَقُلُونَ هَذَا مَحْمُولَ على كل صلاة سواء كانت صلاة العصر التي بعدها يعني وقت نهي من أوقات النهي التي لا يتنفل فيها الإنسان النفل المطرق وكذلك صلاة الصبح وكذلك صلاة المغرب في الراجح من أقوال أهل العلم أن الإنسان لو حضر صلاة المغرب هو سبق أنه صلى يصلي معه وبعض العلم يقول إذا سلم الإمام قام يجيب ركعه ليش؟ لماذا قاله؟ قال حتى لا يكون وطر و الوطر يكون بعد العشان واضح؟ يقول حتى لا يكون صلى الوطر قبل العشان لأنه صلىها سنة الآن هو صلى المغرب و جاء صلىها مع الجماعة فتكون له وطر لكن الصحيح الذي يظهر بأنه لا يأتي بركعة و أنما يصليها على الحال و على الصفة التي عليها صلاة المغرب و لله الحمد و المنة و لا تعتبر وطرا له ما تعتبر وطر له فأنت أحسنت يا أخت الفاضلة بارك الله فيك